كذبه علي ألبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا جماعة الخير أهلا وساهلا ومرحبا بالجميع في نقاش ونبيس فصل 1998 مع ماجد العامر ومع أبو جود الوجيه ماجد جهست من أديل جنبك ايه قبل أن تبني طيب يا جماعة الخير عنوان اليوم عنوان فصل الفصل 1998 كان ولادة جيني وأنا أشوف أنه أودا المفروض يكتب ولادة جيني ووفاة كوما خلاص كوما قاعد يموت من الداخل قاعد يموت شيئا فشيئا في هذه القصة وما كان صراحة يعني ما كنا متوقعين أقل من كذا من التضحيات اللي قاعد يسويها كوما بشكل غريب في الفصول الماضية فكنا نتوقع أنه فيه فيه تضحيات فيه أشياء كثيرة سواها كوما وصلته إلى هذه المرحلة وما كذب سابو في أحد الفصول أتوقع يا من ريفري لا أيها توقع في ريفري قال قال كوما اللطيف كوما كذا وصفها اللطيف كوما يعني ما تنقال كلمة لطيف في وصف شخص ضخم وقوي زي كده إلا فعلا أنه لطيف قلنا نقول يعني أي شبب التسمية الطاغي كوما و أغلب أصدقاء ويعني زي ما قلت سابو غيري وحتى جيني قالت حتى بوني قالت من قبل يوم قال جنبي كان يلقب بالطاغي قالت أبوي أبدا ما كان طاغي أبوي كان مرة لطيف كلا دائما نقول يعني ما شفنا اللطف هذا متى بيظهر وكيف شخص بهذا الحجم وهذا الأسلوب من أول ظهور له حادي يتكلم بهدوء وكذا كيف بيشوفه لطيف ظهوره الأول كان مرعب دقيقة كيف بتشوفه طاغي كيف بتشوفه طاغي وكيف بتشوفه طيب لأن ظهوره الأول مرعب زي ما قال إيه أصلا من يوم قالها سابو وكانت غير منطقية بالنسبة لنا الآن العكس غير منطقي اللي هو كيف يكون طاغي بالضبط بالضبط فكرة أنه يكون طاغية في البداية ممكن نستوعبها بس الآن مستحيل 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 نتقبل وجوده كطاغية طيب خلوني بس كذا ألخص السيناريو يعني اللي سويناها تكلمنا أنا وابرة فيديو ولكن ما توفقنا في ذاك الفيديو صارت مشاكل تقنية عودنا أودا يعيال أنه يعني أوكي يعني من بداية القصة تقريبا من شو شو من أوسب إلى روبين نامي سان يا رجل من قوينغ ميري إلى لابون دائما كذا يعطينا يعني حدث حزين لشخصية أو لأي كان الكيان اللي قاعد يعطينا قصته نحزن نحزن ونتأثر بس في النهاية دائما أودا ما يعطيه كلوجر تعرف الكلوجر كذا يعطيه خاتم إما أنه خلاص ينتهي دوره بشكل لطيف أو زي روبين انضمت للطاقم زي نامي حرر جزيرتها لوفي وانضمت للطاقم شبر عالج وكذا وطلع مع الطاقم قد ما يعطينا تأثر في النهاية يعطينا كلوجر يخلينا إيش نرتاح وننبسط لأي أن كان الشيء اللي ودعنا طيب كومة يا جماعة كومة إلى الأبيش لا بس الفكرة أنه كومة من يوم ولد ولد عبد وتربى وهو عبد وكان يعذب ويعنف قتل أبوه قدامه وقتلت أمه وحطوها فريسة في القود فالي وأصيب في القود فالي وهرب وأعطاه أود لك الفترة البسيطة عارفين في الجزيرة فترة الراحة في الكنيسة الهدف منذ الفترة عشان يتعذب بعدين مثلا أنه يحب جنيه مهما عايش من سعادة يعني حتى بعد يعني مهما تجيني وربح عليه نبني عايش معها الخمس سنوات الأولى يعني الأربع سنوات الأولى بسعادة وعند طفلة وكذا في قاعدة ربية صد كان يقاتل مع الجيش التوري يعني بس تل عايش بسعادة مبسوط بس حين رضعه مستقر يوم جاه المرض يعني نفس الشي السعادة اللي انت عشتها عاني حين بسبب السعادة اللي انت عشتها ويضحي بسبب هذه السعادة والمشكلة اللي تقهر يا عيال أنه جات جني الكومة قالت له خلينا نتزوج قال لها لا يعني فيما معناه أنه ما بتزوجك لأني خايف عليك بس ما قال لهذا الكلام فيما معناه هو فراسه يعني أنه ما راح تزوجها عشان لا يصيرها زي اللي صار لأمي وزي اللي صار لأبوي أو أي أن كان وعشان ما راح يصير لها لو أن حكومة العالم تجي تطاردني ما تلقى أحد يعني مرتبط فيني كزوج أو أي أن كان ومع ذلك له اللي تزوجها وانخطأ تدري تدري شنو أكثر شي يعني أنا بكيت بدل بكاء معي في الانطباع وأنا أتخيل المشهد هذا لأنه وقت لاي فريكش ما دققت أنه كلمات جاني الأخيرة هو فعلا ما سماعها الوداعية أو اللي كانت توصي لا هي قالت يعني وصت وصت الجيش الثوري منهم يعتنون فيه قالت لكم ما تأتي قالت لكم ما تأتي يوم تقول لها لا تأتي هو دفع ضرب نفسه وطار بعدين قالت كلمات الخير وحبك بشدة قلبي سيظل ينبض بحبك وكتش أطاحت وماتت قبل يوصل لها أوه ما سمع الكلام ذا ما سمع الكلام الوصية ما كان موجود أصلا أنا أنا وقت النايف وقت الانطباع يوم استوعبت أن الكلمات الأخيرة اللي قالتها في حبه يعني هو مستعجب يوصل لها ويوم وصل لها ماتت ما لا حق أن تقول لها الكلمات هذه face to face ولا سماعة حتى في اتصال دندن موشي يعني حتى بس توصيتها على بوني ما وصلته هو 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 قال لها لا تقلقي ساعتين ببوني يعني وصل عندها ميتة خلاص ماتت قالت لها ما رح ترحق عليه لا تجي كانت بس بيتمع الكلمات الأخيرة الوداعية ولكن هو ما قدر يتحمل أنه ينتظر ما يروح عندها ويشوفها وصلنا عرف وين هي في يعني أكيد وغاضح عنه فترة طويلة أكيد أنه مشتاق لها بس سمع صوته يتفنن اودي يتفنن في الضيم في هذا الفصل لا في كومة في أي شي له علاقة بكومة بدع كذا أفرد عضلاته وقال أنا أورديكم شفتوا التعاس اللي شفتوها في الشخصيات الماضية كلها لابون بروك ضايع في السفينة خمسين سنة ودفن أصحابه بنفسه وجلس يعزف المعزوفة وهم يسقطون على أنغامها كلام فاضي هذا كله ايش روبين ايتي كاي وتعالوا وها كلام فاضي تعال يا كومة قد ما أنت جحش قد ما رح أملأك حزن وتعاسه طب ليش بات كل الفصول ذي تقول جحش والله حرام ضخم ضخم لا لا أنا قصدي ضخم والله ما أغلط حاول تفهم بلنا نقصد الحجم بس يعني في حزن إضافي هنا مو بس كومة لقصة حزينة حالي نجي نأخذ جني طيب أنا سعبت شغلة أمس حتى بوني عفوا بوني مو جني قصدي بوني جني قصت قصة حزينة برضو ما حد يختلف عليها بس يعني ما طولت معنا حاليا بوني بوني لو فكرت أنت أبوها قبل سنتين مات أو يعني أعلن نتحول إلى آلي قدام عيونها وهي عمرها عشر سنوات يوم تبكي بعد في نهاية حدث مارين فورد وهي في أرخب كانت تشوف وهي طفل عمرها عشر سنوات كانت تشوف قدامها ني المشهد اللي قطع قلبي زيادة أو يوم تذكرت أو ليتي ما تذكرت لوفي و جيمبي و سانجي كلهم يقولون لها شوش أنت غبية اللي قدامها شوش أبوش اللي بس أفستا يجون يطقون عليها واخروني ينقضونها كل مرة وتضربهم لأطقون أبوي بالله كده كانت تقول هم يقولون لها يقول إيش فيك أنت غبية إيش فيك أنت لأنهم ما يدرون أنها طفلة عمرها 12 سنة تعال اقنع طفلة عمرها 12 سنة إن هذا النسخة إن هذا النسخة من أبوها مش أبوها فوصل أن أبوها الفعلي الحقيقي تحول إلى بس أفستا أصلا بدون ذكرها اللي مو بأبوها أصلا بالنسبة لها هو أبوها لأنه هو اللي ربها ربي أي خلاص أنت ربيتني أنت أعتنت فيني من يوم وعدت على الدنيا بس بوجود أنت ممكن ناسي الفريم اللي يوم قالت لا تؤذو أبي الفريم المشاهدة هذا أقصد أنا أنه ضح الأمر الفريم هذاك ما ينسى وجود في الأرخبيل الشابوندي لا 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 في المانقة في الإقهد وهو شايلها كده و لابس نظرات كده شكل مو بكومة إيوا يوم قالت لا تؤذو أبي هذا اللي يتكلم عنها أنا حسبت إن صار شيء في الأرخبيل الشابوندي أنا منتبهت الأرخبيل الشابوندي بعد ما جاء الخبر كانت تبكي إي بس هذا اللي أفتكر أنا ما دريني أنتبكي على كومة كنا نقول اللحة البيضاء و كنا نقول إيش علاقاتها باللحة البيضاء أن الموضوع كده مؤثر حتى يا رجل ريلي بكى في المارينفورد ريلي نزلت دمعة يوم كان يشوف اللحة البيضاء يودع تدري هذا وجود يمكن نظرية قديمة قبل ست سنوات و سبع سنوات كانوا يقولون أن إيس متزوج بوني و نسل روجر لن ينقطع لأن بوني بكت على إيس يوم مات الله أكبر بانين أشياء بس وقتها أنا حس أنه واردة وش تسوي واردة جدا لا واردة جدا بس مني كان يقول ننذيذنا عشر سنة إذا البلاك بيرد كان يقول لها يا معتقال تزوجيني و ما لحصل لما في البحرية طح هاي و ما يدري أنه طفل حول 12 سنة أنا دائما تظهر قدم نص كامرة ببالغ عمرها 24 فما حد يدري أو يتوقع الإبداع من أودة أنه في أول ظهور لجولري بوني مع التنين السماوية الكلب الحقير المنحط السافل لما انقضت جورو هذا الكاتب أعطاها قصة بوني كاملة في ذاك المشاهد جابه طفلة صغيرة تنقذ زورو فهذا تلميحنا طفلة صغيرة أصلا بس كلا نظرنا مجرد فاكهة والهي كبيرة وراك أن الكلب ذاك قال أبي يتزوج المرأة شاف رجال وزوج تزوج قال عجبة العروس قال أبيها لي عروس طيب ليلة عرسها يا حقير ما بعد يتزوج قال حسجوها لي تزوجها رقم 13 وشيلوا من عندي قال أبي يسجل لك 13 قال لا لا أنا طفاشت من الزوج الأولى إلى خمسة وشيلهم ألغهم ورجعهم كومنر يعني من عامة الناس وهذا اللي صار مع جني بالحرف الواحد يا سلام عليك هذا اللي قلت هيك بجود يعني كاتت معضي تلميح كامل عن ماضي بوني في داخل حلقة 490 تقريبا حلقة 490 وما بقي كذا وإنت ما استوعبتها ولا فكرت فيها أصلا كذا من بدايتها من يوم زورو ناداها بالطفلة إلى النهاية إلى موضوع يعني يعني وجود كان يتساءل يقول ليش خذه جيني بالضبط يعني وش شي جيني يعني قلت لي طيب كالعادة يعني تنين سماوي يشوفها يقول أبيها ذي هذا اللي صار فكرهم المنحط والكاتب ملمح على ذا الشي يعني معطيك إجابة لا تقول شي جديد معطيك التلميح من 490 وحتى ضربنا مثال في الحرية الحرية اللي أخذها كامي كامي نعم من البداية وشي راه وشي كمان لما طرحوها وهي أصلا جاي من الدول الأعضاء ما في أي احترام ولا تقدير نعم السموية ذولي الشابندي بداية الأشياء كثير يعني أول شي ذكر السمايل فيه والعبيد والأطواق والحرية والهاكي اللي هو أي والهاكي وكيزارو وسالفة البشافستة لأول مرة يعني بداية وأعضاء السوبر نوفا إي السوبر نوفا كلهم الجنون إحنا إحنا طبعا لو بنجلس نتكلم عن قدي إيش يعني العلاقة هذه والمجتمع البسيط ذلك هو نكومة تعيس يعني حتى جيني مستحيل نتصور إيش عانت وقاست خلال الفترة اللي ظلت فيها عند التنية السماوية كيف تزوجت كيف خلفت كيف مرضت كيف استغنوا عنها كيف رموها في البحر كيف قطعت البحر كله هي وطفلتها وهي مريضة شي مؤسف شي مؤسف كل ما تفكر بالموضوع وكل ما تكتشف إنه حزين أكثر كأنك قاعد تقشر بصلة كل ما تقشر أكثر كل ما تبكي أكثر تبكي زي ما فيه الموضوع تعيش جدا طيب خلينا أسألكم عن بوني مبدئا إنت إيش رأيك يا إبرا بوني مبدئ في الظهور الأول ومع التبرير الحالي يعني مع التفسير الحالي لشخصياتها والوضعها وشف أنا قول الصدقي ولا باك تقولها أجل ما أجد لا أنا ترى ما أنا أنا مختلف مع وجود في سلفة انضمامها أنا ما أشوف أنها بتنظم للطاقم نهائيا وبجود يقول لا بتنظم هذا أول شي شي ثاني أنا قبل أربع شهور تقريبا في وقت ظهور القيروسي يوم ناداها بالطفلة قلت لا شكلها صدق بوني طفلة كنت حتى من طباع للفصل وقلت أن غالبا بوني بتكون طفلة كانت الردود أغلبها اللي مستحيل أصلا ممنطق لأن كوما أنضم بعد أهارة وبعد مدري إيش التايم لاين كان مشبك عند البعض لكن صدق وقلتها في وقتها قلت إذا صارت بوني بعمر صغير وتسوي الهوايل ذي كلها وقاط على البحار وهذه معنى إيش يعني تكبر في عين الكل أكيد يعني بالنسبة للطفلة وتسوي كل هذا وجايل حالها أصلا علشان تنتقم من أبوها لا جدا شيء عظيم أنت قبل أبو لا هي كمان كان عندها فكرة أنه ليش يسوي فيه أبويا كذا يعني كانت زعلانة ما هي فاهمة الوضع في البداية بعدين لما دخلت غرفة الذكريات استوعبت شيء معي طبعا الشيء اللي استوعبتها وخلتها تقتنع وذا ما بعد يشوفها ترى بيجي الفصل الجاي مغروف كيف علاجها هل فعلا فاكهة الشيطان هل لقع كيور للعلاج بس هددوه وهي خذت فاكهة الشيطان بالغلط الكل يقول يعني إنها زي لاو زي ما لاو أخذ للفاكهة شفاها من المرض نفس الشي جولة ريبوني على الأغلب كان لازم تأكل فاكهة عشان تعيش تنجو من المرض إنها تصنع لنفسها تايم لاين مختلف يعني خط زمني مختلف تكون فيه سليمة متعافية من المرض ما أدري لين ما يطلع الفصل الجاي ما نقل نفسر من رأسنا نضرب من رأسنا يعني تحليلات وتفسيرات ولكن المهم بالنسبة لي واللي بتعليقا أنا ما أدري أعطون ناس مع ناظريتك وجود أنها بتنضم هو مش بتنضم أنا عندي سيناريو بحكي لك يا بس كمل فكرة إنها هي قرصانة عظيمة هي قرصانة عظيمة وأكشل يحس إنه قاعد أتحقق الوعد اللي بينها بين أبوها واللي ناد ما نهي عليه لحد حين إنه إذا صار عمره عشر سنوات بنروح سكايبيا عشرية سنوات بنروح سكايبيا إذا صار عمره تسعة عشر بنروح اليوجين فأحس إنه أبحرت من أجل هذا الشي وفعلا ترى شي قطع القلب إنه كيف أبوي اللي كان يحبني ومعدني الوعود لكلها يتخلى عني ويروح لأي سبب إن كان ولأ ويصير كلب عند حكومة العالم اللي سببه في مقتل أمي طبعا ممكن حتى وقتها ما كانت تعرف منه أمها ولا تعرف حتى إيش قصة أمها لأني ما أعتقد إن أبوها كان يعني كومة طيب طيب مرة شفتوا كيف كذب عليها أم قال لا لا أنت ما رحت موتين بعد عشر سنوات تشفين بعد عشر سنوات فما ندري متى هو فعلا علاجه له هي عمرها ثمان عمرها عشر أتوقع وهي عمرها ثمان لأنني أحس إنه أبحرت إنه توصل إلى أرخبيل شابودي وعليها جائزة فوق المئة مليون ما أدري كيف كان جائزة توقيتها لأنهم كلهم صبر نوفوا فوق المئة مليون فما أدري يعني إنه تبحر وتوصل إلى هذا الرقم في أقل شي أبحرت سنة سنتين يعني عشان توصل إلى هذا الرقم مزبوط أي فاكهات تتساعدها طبعا وشوفنا الثلاثين اللي كانوا يحبون أمها صاروا منتقمها أي وأكيد إنهم يعرفون إنه هذه اللي يريبوني الطفلة يعرفين التفاصيل كثيرة بس أكيد إنه كومه محلفهم وهم برضي يعني ما حد يقول لها عن أمها يعني أنا تخيل كذا أنه ما حد تقول لها عن أمها فهين يمشوفت الذكريات ولهذا السبب بيقا بانك ما كان يريد أن تشوفت الذكريات عرفت إنه كانت حاقدة تقول بيقا بانك تقول وهو السبب أبوي مستحيل يمسح ذكريات ويتخلى عنه فإن تكتشف أن أبوها أصلا يمسح ذكريات ويتخلى ما تخلى عنه عشانها عشان ينقذها وهذا اللي بيقطع قلب يسبوع الجهن ما تشوف أقرأ الفصل ومو سبوع الجهن لبعد أنا ما تشوف أقرأ الفصل أو بعلاقة كومة بفيقا بانك يعني النهاية نهاية كومة كيف صارت غالبا نهاية كومة لازم تكون مبررة بعد من فيقا بانك نفسه مزح ذكريات لأنها الأخيرة لأنها الأخيرة جاها فلاشباك اللي هي دارة إن القروسي تكلم مع فيقا بانك وكان فيه فلاشباك كده هيا الفلاشباك هو هذا غالبا هو اللي خلاها مات شخصا مع فيقا بانك بعيدا عن فكرة عن كومة وجيني لو ترجع للمشهد لو ترجع للمشهد اللي كومة يتكلم مع دكتور فيقا بانك اللي دكتور فيقا بانك قل أرجوك عطني ذكرياتك بتساعدني في العلم والتكنولوجيا يعني هو كان تمسح ذكرياتك تمسح ذكرياتك يعني شيء من تفقين عليه من تهم مننا ذكرياتك بالكامل رح تمسح فالحوار اللي دار بين دكتور فيقا بانك و كومة أحز أنا ما أقدر رجل هذا الشيء بس أتوقع إن كان زي ما نقول تحصيل حاصل ما أنا ذكرياتك تمسح عشان أنا أطور علميا و أقدر أكتشف ذال الشيء عطني ذكرياتك مسح ذكرياتك كلها من رأسك و خزنها عندي و طبعا الهدف الكاتب بالحركة دي إنه يعني في النهاية جولة ريبوني تشوف الذكريات وتعرف كل شيء بس أكيد كان لها برضو تطوير علمي بالنسبة لدكتور فيقا بانك حتى نصنع الأركايفز و خلي الذكريات اللي بينهم تتناقل فيما بينهم وهكذا يعني لها توظيف علمي و لها توظيف يعني من الكاتب أن طيب مش غلط ممكن يكون كومة طلب ذال الشيء برضو لا في الحوار لدربينهم كان كومة رافض تقول لها هذه ذكريات ما ليس معطيك إياها ما خليك تتطف أصلا كان رافض بشدة بعد يعني مرة مرة في البداية ممكن فيقا بانك الله مدري لأن أنت ترى أنت لازم تنتبه النحنين إيه دقيقة اللي شافتها جولة ريبوني ما شافت شريط فيديو مسجل الأحداث أو أبوها يتكلم الأحداث هي عاشت بسط ذكريات أبوها يعني شافت مشاعر أبوها تجاه أمها شافت مشاعر أبوها تجاهها وشافت السيناريو كامل وهي طفل عمر 12 سنة يمكن كمان شافت كومة من يومه طفل مش بالضرور يمكن شافت كون لا 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 لأني الكاتب لأني الكاتب لازم تعيد الأرك لازم تعيد الأرك هل أنت أحكيي هي دخلت ومسكت كومة أصلا كانت تقول ليش تبكي ما سكت ويطربونه وغالبا لي بتكون في القود فالي كانت هي موجودة جوه الماضي أصلا وكأنها تعيش لا لا أنا أقصد أنه ما احنا ما عندنا علم قد إيش شافت هل شافت معلومات معينة ولا شافت شافت عاياته كاملة كله كله شافت كل شيء كل ذلك الكاتب لمحات نحن نقوم بحاليا في ثلاث فصول هذه الكاتب يقول لك هذه اللي شافتها جولي ريبوني بس أنا أعطيكم لمحات لا أعطيكم كاملة أنا جولي ريبوني شافتها كامل كامل من يوم أنه ولد ذكرياته كاملة من يوم ولد إلى الأصبح إلى أن فقد ذاكرته توقف كلامي ماجد هذا هو الفصل فتحت أني يوم ذكرت أن ذكرياتها هذا أمر يا فيقابانك إياك أن تبقي جزء من وعيه ولكن إن فعلت هذا فكوما سوف فهمت يعني كان يقول فيقابانك إن فعلت هذا فكوما سوف أي أنا ما أقصد إن بعد الحوار هذا صار الحوار اللي بين دكتور فيقابانك وكوما على موضوع عطني ذكرياتك أنا بمسح ذكرياتك بمسحها فعطني ذكرياتك إن كوما سلم ذكرياتك خل عنك المسح المسح هذا بيجي بيجي يعني كان حاصل حاصل تايم لاين حقي إن دكتور ساتر إن أمر دكتور فيقابانك أمسح ذكريات كوما بكومليت لخلها آلة قبل لا يسوي ذلك الشي جاء وقال حقكوما ترى بمسح ذكرياتك فش رايك تعطيني ذكريات قال لا لا هذه الذكريات الخاصة ما أنا معطيها قال من أجل العلم والتطور يعني أنت بمسوح ذكرياتك بمسوحها العمر جاء من ساتر جاء يعني انتهى الموضوع يعني عشان تكمل الديل أو أدوة إفر شنو الطريقة وشنو الآلية لازم تمسح ذكرياتك يعني أنت تشوفها قبل ما ينقل أصلا قبل ما ينقل الذكريات قالوا على الكلام هذا لا أي أي يعني قبل لا يسلم كوما ذكريات الدكتور فيكو بنك جاءهم الأمر من ساتر امسح ذكرياته ليش ما يكون العكس طيب يا ماجد لأن هنا إيا كان تبقي إيا كان تبقي وكانه عنده فقال له إيا كان تبقي منها جزء لا يقول إيا كان تبقي مو المقصد تبقيها عندك في المعمل لا تبقيها في عقلة أنا بيكون آلة بالكامل فهمت الفكرة أولا فهمت إيه الفكرة لأولى بس عشان تفهم عشان تفهم النقطة ذي كلمة كومي يقول أنا طلبت منهم طلب أني أنا مهم أخير طلب من من طبعا من الدكتور فيكو بن أبي أم أحمي سفينة لوفي سنتين كاملة طبعا ليش حكومة العالم رضا تفضى الشيء لأنها خلاص تصط مجرد آلة بالنسبة لأحمل اللي تابي طز أو ينفذ اللي تابي بكيفك لأننا عندنا خمسين نسخة منك بس في ستة غانت آخر ومشين هذيك أي فقاموا كآله يتكسر كده ومشي وراح فهمت الفكرة ففعليا من وجهة نظري أنا طبعا هو اتخذ القرار لأنا شاف أنه هو الجوي بوي ما فيه نيكا يبي يسوي شيء يفزع لنيكا يساعد نيكا حلوة لا بالعكس حلوة لا بالعكس تبين نجي على السيناريو اللي طرحته أنا الإبراء ويقول أني تنضم للطاقم هو مش انضمام للطاقم بالطريقة اللي انضموا فيها البقية بقدمة أنه يعني تحقيق لرغبة أخيرة ممكن لكوما يعني كلنا نعرف أو على حد ما عرفنا أنه كوما جدا جدا يعشق الجوي بوي وكان يرقص رقصاته وأبوه ويسوي الحركة حقته هذيك هو أخو وسواها برضو مع بوني لما جلس وكانوا يتكلموا عن الجوي بوي فأنا برأيي أنه أودا مستحيل يخلي هذه الشخصية تراجدي حياتها كلها فأتوقع أنه كوما في النهاية رح يأخذ له كلوجر لازم كلوجر والكلوجر هذا بيكون أنه لو تيجي تربط الأحداث بوني كانت تقول هل سوف ينقذن الجوي بوي إذن فيما معنى وكان رد أبوها تقريبا كده رد فلسفي أو أنه حصل زمان نعم سوف ينقذك فأتوقع أنه بما أنه الحين بوني في مأزق جدا وطعنت ساترن وممكن تكون على شفا حفرة ساترن معلقها كده وقعد يكون لهم مطلق عليها ولا بأحد يتحرك فرح تكون على شفا حفرة من الموت فينقذها الجوي بوي لوفي اللي هو أكيد لوفي يستيقظ نيكا نعم يستيقظ نيكا وتسمع الصوات تبع الإقاع تبع الجوي بوي وبطريقة ما أنا ما أعرف كيف ممكن يصير هذا السيناريو بس كلنا عارفين أنه كوما هرب من عند أكاينو فممكن يصل على هذا المشهد وكذا بطريقة ما ما تبقى من وعيه لأنه كوما واضح أنه باقي فيه شوية وعي ما هو فل ماشين ولا ما كان جاي بزع ما هو فل ماشين أبدا باقي فيه شوية وعي فيشوف هذا المشهد وأعتقد كذا إذا ما صارت نصيا يعني إذا كوما ما قال لوفي بنتي في ذمتك أحميها ويحرص عليها لوفي بيفهم الفكرة بيفهم الرسالة أنه عندي أنا راح أحميها وأنا راح أضمها الطاقم إذا ما ضمها راح على قل يحرص على سلامتها لنشوف أنه ذا السيناريو سواء انضمامها للطاقم أو على الأقل أنه لوفي يقول لكوما عندي ازهلني ترتفق معك ما نبودك أغلب السيناريو بس الجزئية مو انضمام تحال تدخل ضمن الحالفات يعني زي لاو بس كونها طفلة يا أخي موضوع شوية هي طفلة بس هي طفلة بوعي بس هي قاعدة تقاتل بجسد امرأة بالغ 4 سنة عشان كذا قال لك الكاتب عمرها الافتراضي كذا الداتابوك فالفكرة هي عمرها الفعلي 12 سنة لكن حاليا تكبر إلى عمر يعني تكبر نفسه عن طريق فكرة إلى عمر 24 وتقاتل وتكمل وكل شيء وتكبر روحي العجوز وترجع بخصاني سغيرة كيف فالمقصد من يعني أنا ودي أضيف جزئية على نظري يا سلام أيوه أن الكاتب ما خلت ذكريات حققته موجودة عبا ممكن دكتور فيجابانك عن طريق العلم والتكنولوجيا والتطور يقدير رجع للذكريات ممكن يحط ذكرياته هذا في السرافيم حقه نسخة السرافيم حقته فنسخة السرافيم اللي كانت مجرد يعني شاهدنا أن الدي اناي انتقل مع بوهانك وصربانك وتحب لوفي فالدي اناي المفروض برضو ينتقل مع كومة فالسرافيم المفروض برضو يحب جولي ريبوني نسخة السرافيم لو وضعت فيها الذكريات جينتك أي لو وضعت الذكريات حق تكون في نسخة السرافيم يكون كومة رجع كالسرافيم وهذا تكلم حي هم شي يقل تكلم نفيها أنا وابرة في بثه في كتاب زمان قرأته كان كاتبه طبيب عصاب بريطاني كان يتكلم عن أنه الإنسان هو ذكرياته صحيح يعني لو جيت أخذت الذكريات هذه ونقلتها إلى شخص صغير الشخص أو إلى طفل لسه مولود الذكريات هذه ستصنع نفس الشخص لأنه ذكرياتك هي أنت فكانت وحدة من نظريات اللي طرحناها أنه ممكن الذكريات هذه تنحط في الروبوت الآلي ذاك القديم برضو أي القديم نعم ممكن كل شي وارد بس الفكرة أنه يعني أنا شخصيا أتمنى من أودة أن إذا بتقتل كومة القديم اللي أريدي تحول الجسد إلى آلة سايبر كامل سير في إذا إذا تعالج وترجع لذكريات أوكي برافو خل ما المشكل إذا هو نفس الجسد الأصلي بس إذا بيموت الجسد الأصلي في تضحية قدام عني يطير وخل دكتور فيجمانك أو أحد نسخ دكتور فيجمانك اللي نجت معلوفي سواء دكتور فيجمانك الجسد يورك الجشع لا يورك الجشع من ليلث 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 أنا سمعت ليلث ليلث بطريقة أو بأخرى من ذكريات اللي خضرت من دكتور فيجمانك ومن الأشياء اللي قال جيبوها وأمر جنبي وسنجي أنهم يروح يشغل للأغراض وفرانك يجيبوا الأغراض معين فمن الأغراض اللي هم جايبينها يكون فيه مثلا ذكريات ذكريات كومة ويزرعها في السرافيم يزرعها في أي شيء ويرجع يعني صراحة زي ما قلت ما ودي هو المؤشرة كلها تؤشر إلى أن نهاية درامية حزينة بس فيها لمحة بسيطة على الأقل آخر ما تبقى من وعيه بيشوف فيه الجوي بس ما رح يقدر يتكلم يعني أو يوصل مشاعر لا للبنت ولا للوفي ولا لأي أحد يتكلم يقول لهم يتناقش معهم ولو رجع بالكامل أحلى أحلى بس ما تدري كاتب يشنا ويمكن ترجع ذكرياته إلى أن تموت روحه بعدين فهمت وهذا شوف والله إذا مات كومة كذا وده يصير خلاص يعني أخذتم أم الدراما هنا لعجم لدراما كل القصة راضيا إنما من بداية ولادتها إلى نهاية ودراما شي عور ولسه إلى الآن كل أحزن قصة ونحن بعدين نرى في النهاية اللي جاي قدمه مفرح إنه ينقذ بنته وتعيش بس عندنا فيه فجوات فيه فجوات في النص باقي ما امتلأت والفجوة حزينة جدا إنك كنت عشان تنقذ بنتك لازم تخدم الكلاب ولاد الحم اللي قتل أمها وإنت أساس تحربه وتصير خادم عنده كلب له ورجله مكتوعة الحين ورأسه نصه مكتوعة حالة حالة حس بي الله على حالة حالة في البلاء بعدين غير كذا يا أخوان طب يا كائنوا ما أجل غير كذا يا جماعة كوما يعني كوما أثروا في القصة كبير جدا مش فقط على جولري بوني وعلى جيني ولا الجيش الثوري حتى على الطاقم يعني جزء كبير من تطور لوفي بعد الله بفضل كوما أشارة طيّروا يعني من اللي رحلهم للجزر هذيك من اللي سعى أنهم يوصلون للمكان الصحيح اللي يطورهم فعلا أرسل لوفي عند عند أمازل ليلي وأرسل زورو عند ميهوك وأرسل سانجي هناك ووزعهم بشكل جدا يعني أرسلهم للمكان المناسب يعني لو لا كوما إيش اللي كان بيصير كما اختصر عليهم أصلا كوما اختصر عليهم الشيء الكثير هو الممتع في الموضوع الممتع مرة الوحيد اللي يمكن خليك تستانس أنك بعد ما تعيد المشاهد اللي ظهر فيها كوما في بداية القصة يو الظهور لا في ثاني ظهور تشوف الموضوع الحين مختلف تماما ومنطقي جدا عن نظرتك الأولى وعن نظرتك الثانية يعني بس مجرد الآن متابع الأنمي لو يشوف أرك الشابوندي أو أرك ثرير البارك النهاية مع زورو بيشوفها بشكل ثاني مختلف يدخل يتابع المانقة معنا بيشوف كوما ثاني الآن لازم يرجع يتابع كوما ثاني صح صح هنا هنا هو دي يسوي لك فرمات خلونا طيب خلونا من الحزن كفاية حزن قد أبو أبو إبراهيم يا الله يا الله متماسك أنا ماسك روح خلونا نتكلم شوية في موضوع الجيش الثوري والله إبرا شانكس طرح موضوع لما أنا مثير للاهتمام جدا على دراغون وعقلاني إيه وعلى دراغون وفاجأني صراحة يعني بوعيه الجميل صراحة تجاه الموضوع معني أنا شخصوني ترى في بعض الأحيان أبعد عقلي كذا شي العقلي يحطه على جنب وشخصا يعني لما انخطفت جيني ولما جلس كوما جاء عنده قال له والله بمشي أنا روح الله يستر عليك بتوفيق إذا احتشتي كلمني يا ما في أي ردة فعل تجاه اختطاف جيني فاهم الكلام دراغون أبعصيك يا وجود أنا بعطيك دراغون يحط العاطف هنا ويتكأع بالعقل أنا أبغاك يا إبرا بس تحكيلي اللي حكيته مرة ثانية اللي أبو إبراهيم لأنه كلام جميل جدا صراحة وقت فاجأت أتفاجأت أنه يعني الموضوع منطقي جدا بالنسبة لمعظم قراءة المنغة أي يا سلام لا مو معظم في كثير زعلانين لا لا شوف شوف انت عندك نوعين من الحكم في حكم عاطفي وفي حكم عقلان حكم عاطفي حكم عاطفي لا أنا كالله يتيتش ليش تقتل اللحية البيضاء حكم عقلاني والله تيتش شيطان ما قتل اللحية البيضاء وأخذ فاكهات ولا وراه مصايب الدنيا والآخر نفس النتيجة بس الحكمين مختلفة لا 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 بس تيتش مختلفة حتى كعقل ممكن يكون رأيك مختلف بالضبط أنا قاعد أعطيك بس مثال على ستستوعب أنه ممكن العاطفة تحكم بشكل والواقع والعقل يحكم بشكل مختلف العاطف والعقل فأحكينا عن موضوع جرائب مجرد شرح شخصية دراغون أغلب الكل ممكن يفهم أو يتفق مع الشيء هذا شخصية دراغون شخصية ما تحكم العواطف نهائيا أول شيء العقل وآخر شيء العقل في كم شيء في القصة وفي مواقف كثيرة عرفنا شخصية دراغون اللي هي العقلانية فقط يبني جيش سنوات طويلة ولا تحرك حتى في أشياء كان ممكن أنه يستفيد منها هجم عليه تيتش في عقر داره ترك رغم أنه محتاج احتياج عظيم وأكثر من تيتش للأسلحة جاء تيتش وأخذ الأسلحة على كلام على كلام واحد من طاقمها ذاك اللي هو نفس اللي اش اسمه بارغس ايه بارغس نفسه هو نفسه جاء علشان موضوع الأسلحة تخلى دراغون عن مكانه تقدر تقول موطنة يا رجل من كدر ما هو من 25 سنة مدري من أول ما تأسس الجيش التوري وهو مكانه هذا إضافة إلى أنك لو تأخذ شخصيات ومبيس على الموقف هذا كل شخصية بتلقى تصرفها يكون مختلف اللحي البيضاء مثل ما ضربت مثال أنا اللحي البيضاء راح علشان ايس بجيشه كامل ومستعد أن الجيش كله يموت عشان ينقذ ايس إضافة إلى أن المبدأ واحد ايه ايه هو حلمها أصلا حلم اللحي البيضاء العائلة وعندها أهم شيء أني أحمي عائلتي أو أحد من طاقم يعني مستعد أضحي بكل طاقم علشان شخص منهم أو ما أحد يمس طاقم اللحي البيضاء حتى باقي في بداية القصة باقي يوم دخل عليه إيس ارتعب قال لا أحد يلمسه طاقم اللحي البيضاء ترى معروف ما يمس أصلا خلاص إضافة إلى كلام قارب الإيس يوم قال إيس اقتلني وخلصني من الموضوع لا أحد يجي ينقذني ولا شيء قال تحسب أنت الموضوع بهذه السهولة يعني حتى لو قتلناك اللحي البيضاء جاي جاي لقد أغضبنا ملك البحار الفريم المعروف المشهور فهو فكرة دراجون أنا عندي هدف أسمى وهو حكومة العالم الهدف الأسمى هذا بموت أحد القادة أو بموت شخص عزيز علي أي أن كان الهدف لن يتغير بل بيزود بتجدد بتعزز أكثر بيزودني كره في الحكومة الكره إذا زاد ما أروح أتحمس وأدخل حكومة العالم يعني فيه شخص كان يقول كايدو لو دخل على لو دخل إش اسمه المريجو بيقضي بيقضي الليلة وبيحكم العالم وين فيه فيه فصل واحد ولا ننتهي كايدو أي شخصية في القصة بتنتهي لا روجر ولا الروكس ولا أي شخصية من الشخصيات تتكلم عن حكومة عالم عن إم سما عن قيروسي عن فرسان مقدسين عن أدمرالات عن جنود عن جيش 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 مرعب يعني حتى لو فيه الآن إلى الآن لو فيه طاقمه ما قاعد نشوف فيه المقومات إنه يوصل ضد الوحوش دولي إلى الآن فينا شكوك كيف أودا بيتعامل معهم في النهاية بالتحالفات بغيرها تبهي دراجون اللي قاعد عشرين سنة يبني في وقت جيني كان مدري إلى 13 سنة وعشرين سنة من ما أدري كم الوقت هذاك بس تقريبا أكثر مع عشر سنين قاعد يبني في الجيش في النهاية أنا أغامر بجيشي غير أنهم مشغولين في معركة غير أنهم مشغولين في إسقاط دول نفس ما يسوي دراجون على مرة السنين دي كان يخلي دول لصالحة علشان الآن يبدأ يتحرك وانتصر وانتصر في معركته ضد مريجوة بلا منازع أخذ كوم وحرر العبيد وقطع المؤن على التنيني السماوية ودمر خف التنين وبعد أخذ فكرة عن المريجوة وأسابو كان يصور المخططات كلها موجودة عند أسابو وغير المعلومات المهمة اللي جابها له أسابو اللي جات من غير قصد اللي هي إيم وسماء والقرس جات من دون قصد حلو أنا أتفق مع كرامك كله وزدت عليه برضو وبزيد عليه أكثر حاليا أول نقطة وأهم نقطة واللي لازم الجمهور يعرفونها إن قالت في الفصل أصلا نكلم جدا 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 يوم جاء كومة عند دراجون وقال بالحرف الواحد أبا أنسح من الجيش تولي عشان خاطر بنتي قال بالعكس قرارك صحيح لا تندم عشان لا تندم بعدين على قرار هذه الرسالة مبطلة أن الرجال متخلي عن أولده لوفي وما يحس بالندم الله شكرا لا يحس بالندم الله عليك الله عليك يعني أنت بتخيل قد إيش مع أن يحب ولده لأن في أكثر من المشهد يفانوكوف جاء يفانوكوف طلع على المسر نفس المكان اللي يكون أطير نفس منه خبه وبتكلم عن بلتيكو بعد شوية على الشرف هذي على الشرف قال ليش دائما تطلع للشرق هل عندك أحد عيلة تهتم لا تحب لوفي كان يحاتي لوفي ويوم طلع لوفي للبحر راح يشوف ولده وأنقذه في لوكتاون ساعده في لوكتاون عشان يطلع كقرصان كان بصمة في حياة لوفي ووجه له الكلام ذاك ما أوجهه الكلام كان في الهواء يعني إيه اللي هو إذن قرصان قرصان أوكي روح قرصان هل شي منت بحرية أيوة في النهاية سنلتقي وهنا نيجي على موضوع النهاية بعد شي بس بلتيقو هو الفكرة مو أن هذا موطنم بلتيقو مقر سري مقر سري يعني الناس في الحكومة العالم ما تدري وين دراجون فيه أنا أقصد هذا الأنمية اللحظة اللي اللي بلاك بيرد هجم على هذا المقر لم يحضر مقر سري خلاص بصلنا أساسا البلاك بيرد أريد يبلغ حكومة العالم وعارب الحكومة العالم جاي بس كان يبيل حقير شغلتين يبي يسرق شوية أسلحة وفي نفس الوقت أبي سمعة أني أنا اللي لقيت مقر سري اللي حكومة العالم ما لقيتها ودمرتها فجاء وخذ الأسلحة وضرب زلزال ومش حتى بس كذا في السمعة في الجرائد هو يبي يبحث عن السمعة يبي اسمها في كل مكان عشان يجونا يدور تريند يدور حلفاء يبي قراصرين ينضمون وقاعد تخلى عنهم بعدين زي سالفة اللحية البنية اللي بدأت السمتين تخلى عنها وقا ما يهم قرصان بدأ لألف قرصان عادي بس يجمع القراصي نضعوف كلهم انتظر موهنا وإنما اللحية الوردية تخلى عن اللحية الوردية والبنية مش كان اسمها وردية ولا البنية الخوخية مهم Fruit الزبدة نحن نتكلم عن ذاك اللي كان في فيق يب reciق الانف كان في بعذار اسم الله عليك ههذاك اللحية البنية وفيه اللحية الوردية اللي كان تابع للبلاك بيرد وبرضه وتخلع اللي قابلوه الجيش التوري اظن ايه وتخلع الزبدة المهم في الموبا حاليا انت قلت بساعة ان دراجون كوما كان يبينضم على الجيش التوري ما يبيت عليك بحد عشان لو امسكوا حكومة العالم ما يهددونها بأي شي نفس الشي دراجون كان ساقط وما تكلم عن ولده وتخلع عن ولده وزوجة اللي ملدين فيه حتى لنفس الغرض ونفس الهدف ما بحكومة العالم تمسك علي يدي تلوي يدي ان اعتقلنا ولدك بنعدم ولدك الفرق ما بين اللحي البيضاء ودراجون اللحي البيضاء انا هدفي رغبتي مو ان احصل وان بيس هدفي رغبتي ان يكون عائلة فاذا اي احد اعتدى على العائلة الفكرة ترى مات من طقم اللحي البيضاء كثير في حروب ومعاركه اكيد وانت بغنبه وطلع من عنده كثير شفنا اودن طالع من عنده وكذا عادي بس الفكرة مو تألن عالني قدام العالم لكي تقتل واحد من عيالي توقعني بسك لهذا السبب كان يقول الدراجون بالكلمة دي يقول حتى لو عدمناك ما بفايدة احنا اعلننا فأحين تحدي صريح لحظة البيضاء لمبادئة مبدأة في الحياة انك انت يعني انا متخين لحتى دراجون نفسه لو اعتقل دراجون بيقول حتى شيء لا تشون توقذوني كاملوا المهمة اللي احنا فيها كاملوا الثورة لاني حتى انا مو مهم المهم هدف الجيش الثوري له تحرير العالم والحروب اللي كان يخوضها ما كان الهدف منها انه انا حر الشعوب دي واسوي فيهم فبرال انا قاعد ابلي جيش لان كل دولة تنقل تنصف صفي فانت قلت مساعة كيف لوفي بينتصر في المعركة الاخيرة بهذه الطريقة نفس الطريقة لان احد اكبر حلفاء لوفي في الحرب الاخيرة ضد حقومة العالم الجيش الثوري بكل الدول اللي ثارت اكثر من خمسين ستين دولة ثائرة تنضم لك جيش غير ان الوفي وريدي قاعد يمشي وضم جيوش جيش اليوجي البصط جيش وانو جيش سابو مو سابو سكايبيل لا اللي لو جي دونساي دونساي الدولة حقتها كلها تحتها كلها تحالو كل دولة اللي مروا كفندش كل دولة حررها لوفي هي طاقم هي تابع عربسة تحتها دورم تحتها بتصير مستقبلا يعني كل الدول دي اللي مر عليها اهم شي يلبف يا ايه 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 اللي قادم ان شاء الله ايه البفوا جيش البف الملكي كله تحت رايته فلما ييجي في الحرب الاخيرة لوفي ما رح يجي هو طاقم رح يجي جيشة وبحلفاء اللي انا شوف من ضمنهم زي ما قلت لك الجيش التوري ومن ضمنهم ايضا ممكن حتى شانكس طاقم شانكس كله وحلفاء يصروا معه موجد نظر يعني ممكن حتى شانكس وقت ميّن حي ميّن لا والله وقت الحين الوقت الحالي والله يماجد انا شوف الفكرة هذه بدت تصير اقرب من من اول اول كنا نقول لا والله بينتهي دور شانكس بيموت قبل ما يقابل لوفي كل شي وارد الى الان كل شي وارد بس تحس ان لا اودا والله لا زال يشوف شانكس تحرك بهدوء حتى في كتاب لافتل قبل سنة تكلم عن الموضوع هذا الاسد النائم يتحرك بهدوء كذا كان العنوان حق شانكس المحرر كذا بس الفكرة في الموضوع اللي انا بيوصلها ان دراجون كقائد لديش الثوري مختلف وحين كل الناس اللي قاعدة تنقد عليه تلومه وتشوف انه تافه هو حكم عاطفي حكم عاطفي ما يلأمون انا معلومهم لانه يشوفوا شخصياته طبعا ترى كان ايفانكوف مسجون خمس سنوات من سبع سنوات ولا سوى شي وما سوى شي ويفانكوف نفسه ما لام دراجون لنا ما انقذها بالعكس قاعد يجمع جيش وقال يلا حين جي الوقت ان نطلع نتحرك عشان دراجون متحرك يعني كأنه قاعد يقول اوكي انا بهديها هنا وببني لي جيش هنا عشان لبدأ دراجون تحرك في الجيش الثوري برا بطلع على تحرك يعني هو عارف ان الجيش الثوري لازال يبني فمتقبل مصيره في ذا وجالس وظنه قال ما بعد جانا امره التحرك اهي يعني كان ندراجون يقول خلاص خلك في السجن خلك هادي انتظر وتحمل لما يجيك اشارة مني اطلع تحرك واللي حفر السجون منه مورلي اللي واحد من قاتل الجيش الثوري على فكرة اللي بلأ لهم الدور اللي بالنص ايه الدور الخفي هذا 5.5 خمسة ونص دور خمسة ونص الكاتب قاعد يقول لك ان الجيش الثوري قاعد يبني على هدوء الهجوم اللي صار تدمير رمز هذا الرمز موجود اللي وخف في التنين موجود لها ثمانمائة سنة ما حتى تعرض له فانا يجي سابه يحرقه ويدمره هذا بحد ذاته اعلان حرب اعلان حرب عظيم مش فقط اعلان حرب هذا انتصار انتصار الجيش الثوري يعني كانك احرقت علام الدولة العادية لك في عقر دارها في مقر قيادتها وخرجت ونجوت يعني يعني لو اشبهها ماذا بعلم الحقيقي بدون نسوي شاكل شفت الدولة الكبيرة العظمى عندهم بيت لونه ابيض تخيل انك تحرق العلم حقهم فوق البيت الابيض وتمشي يعني سوى شي مهول سواه سابه مهول وحرر العبيد ولا ومسوي عليهم حصار اقتصادي ويعني مو بس مادي لا حتى طعام رداء سابه وصور مع البيت فالفكرة في الموضوع يعني شيء شيء ترى مرة مرة كبير اللي سواه حاليا التحرك مرة عظيم بس الجمهور قاعدين يحكمون بالعاطفة وانا والله وقت الفصل المهارت كلنا مات اللام كلنا ولله كلنا طبيعي كده بس انتفكر فيها لا بالعكس التصرفات هي المنطقية وهي تصرفات القائد الفعلية القائد لازم تصرف ذكره بس في شيء تكلمت فيه ماجد سالفة السمعة وانتيتش كان يبي السمعة ودراغون ما كان يبي السمعة على خلاف تيتش شوف حتى ساب ويوم جيتها السمعة قال ما حبيت انها تجيني بس قال بس استفدنا منها يعني لعلها لعلها جت لصالحنا لعلها جت لصالحنا رغم انهم اول ما كانوا يبونها لانا شجعت ناس يثورون لان السمعة وشي ماجد السمعة في الاصل ان السمعة يجي ان هذولي ثوريين انتبهوا منهم الان السمعة جت عكسية اللي لا هذا منقذنا هذا اللي بحررنا هذا اللي لانه قتل واحد من ثلاثة سموية يعني عفوا من الملوك من الملوك العشرين اللي في ظنهم انه ظالم طيب شف في نقطة عندي وجود اذا تبي اذكرها نقطة مهمة وتكلمنا فيها أنا وجود بس شوف راهي ماجد انت تذكر ماجد القروسي ساتر تكلم عن يوم مسك بوني قال لم نعد نحتاجها احتياج بوني كان في ايش اخباع وغالبا ها لا انا هذا اللي اشوف طيب ليش من البداية قال ليش من البداية ليش من البداية ليش من السنتين خذوها ليش هم مسكها كائنوا رغم ان كوما راح انتها ماسكينها اعتقد في ذاك الوقت لربما لربما مبكين ان ابوها كان بيها يعني بربيها وكذا مهتم فيها بس يوم انها رجعت لهم حاربت مرطاني وسببت لهم مشاكل شي كذا فقال خلاص ما عدنا بيها يعني هما بالنسبة لهم اذا انت من من عندنا من تنين السموية من اصلك يعني دماءك تجي في عروقك انت مننا زي مثلا ابو دفلمينغو يوم تبر جاهم ولده اللي هو دفلمينغو قال لا ابوك تبر حرك اي ما لك مكان عندنا فبينما ذي الحقيرة يورك حاليا ان طلبت منهم ابسر واحد منكم معنا مش من دماغ قال عادي نعطيش تعالوا يسكني فوق وغالبا حتى يورك تدري انهم بيغدرون فيها هي قائلة ممكن بس المقصد في الموضوع ان هم ما عندهم مشكلة انهم يحطونك فوق يعني اي واحدة يتزوجها يعني كلمة ذو الحقير اسمه ساتر لا اللي اصدرب بابو لوفي بوكس سيمتر شارلوس 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 ساي القديس ما والله يقول انه قديس الزبال الزبال الحثير الحقير هذا كان يقول الزوجات اللي من واحد لخمسة حتى ما يحب محافظ اسمعهم مرقب واحد الخمسة شوتوهم طل شيلوهم من يعني انت تزوجت ذباية فانت لك تترقع منصب منصب تطلقت ارجع كومونر اللي من عامة ارجع عامة الناس اي فيعني شيف شيف القذارة شيف الحقارة بس اكيد طبعا لو جاب عيال من اي واحدة منهم بيتم الولد عندها لانه في النهاية اعتبره ولدها فهمت فهمت ليش طيب طلعوها مع بنتها جولي لابني ما ما تخلوا عنها لانها مريضة خايفين المرض فيها زي اللي في ام تخلوا عن الام عشان مريضة والبنت معها انها اكيد البنت مريضة مثلها بس امش ما اتشافت وتعافت اخذوها عندهم هذا وجهة نظري يعني ما بعد يظهر قبل السنتين عشان ورقة بارغني عشان نثق ان كوم يمشي على اوام بعد المنيم فورد اللي هو تيتش واكاينو يوم يمسك واكاينو اي وقتها كوم مسح الذكريات بس كوم راح ينفذ المهم الأخيرة اللي حماية السفينة مجا شضمن لنا يرجع لنا اه اقصد كذا اي يعني احتياج 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 طيب انا انا ذكرت فرضية انا ذكرت فرضية مع وجود اللي هو غالبا الناس اللي فكرون ان الاعمار هي اللي نقصت الاعمار او غير ذلك يعني بس ان غالبا ان القروسي اصلا هذي اشكال هم نفس لا لا ذكرت ذكرت سلفة العمار لا حد اخبر ذكرت ان اي حد اتكبر اتصغر مؤقت اي هذا الكلام اللي يقول انا ونفس الشي التأثير مؤقت مبدائم فلازم اصلا بيكون كل فترة بيرجع وسالف طويلة كلامي انا فرضيتي اللي انا شوف ها غالبا انها رجعت شي جماد وغالبا بيكون ممكن سلاح هي مجرد احتمال يكون سلاح مثلا مصدي رجع في العمر نفس ما صار نفس ما صار مع الباب يا ماجد نفس ما صار مع الباب وطولت عمر الباب وانكسر الباب ودخلت الذكريات احتمال ممكن يصير اي احتمال ممكن يصير هو قصد ويبرى انه ممكن الفاكهة قانونها يختلف من الجماد للشي الحي الشي الحي ذات لعبت بعمره كونه فيها فيه اعضاء حيوية فهو قابل انه لا بعد فترة يرجع للوضع الطبيعي بس الباب لما تخليه صدي مستحيل يرجع جديد السلاح لما يكون قديم وترجع تجدده صعب جدا انه يرجع الزمن يعبر من خلال ويرجع في النهاية ساتر خلص خلوه تولي ما عدت تهمنا فشي اللي كانوا منها سوت وخلصت ما عدت تجون يا سلام بس مثل سوت غالبا في وقت السلاح وشوف السلاح ترى مربوط وعلى طول سووه انا اجيبها ترى احتمال يعني ما اجزم بس يعني جت في بالي وقلت اقولها وحلوة لو صارت يعني والله لو صارت حلوة صراحة هايش تصور اللي في دماغكم عن كيف راح يصبح الملك الظالم الطاغية كومة كيف راح تنشأ الصورة هذه عنه علما انه لما جاء في الريفري بوني جاءت كده على شكل هيئة عجوزة وتوقع انهم عرفوها على انها ملكة مملكة سوربت صراح او لا صراح فايش التصور اللي ممكن نبنيه كيف صار الكومة الملك الطاغية لمملكة سوربت نبدأ من عندك ماجد المؤكد حاليا اخر شفنا ان الحقير رجع ابو خشم سيت اسمه الملك ما يستحق تذكر بكري بكري هذا يعني يستحق القتل وشفنا غضب يعني كومة كومة هن يقول أنا لا لا يبنغس والحرب اللي تصير والشعال النيران يعني ممكن يضع بنتي في خطر لو طلعت لو حرقت الكنيسة بطلع عبر الكنيسة فأنا ما نبنغس كوم أنا عندي اللي كافيني وضعي مزري بما فيه الكفاية فبيقاتل بسلوب يعني مرة مرة عنيف وبيسقط الملك بعد ما يسقط الملك الشعب كله ما فيهم العجز اللي هنا واللي هناك يتخل الملك وكذا بيكون هو الملك السابق لأن يعني ما راح ست سنوات عدل بوني عفوا بوني عمر عشر سنوات 12 سنة في الحاضر في الحاضر 12 في الفلاشباك 6 ست سنوات خمس خمس أو 6 سنوات يعني المبرض أنه بقي لأربع أو خمس سنوات وتموت فهذا الفترة اللي بيحكم فيها فقط ما ما أربع خمس سنوات وبيلقى العلاج نحن لي قلت يا ماجد الخمس سنوات الهدن هذي نبي عيش مالك وبنت أميرة في المملكة والكل يدلع وعايش بسلام وكذا بس لن يطول السلام زي ما قلت لك يعني أنا أنا بس أتسأل يعني لو هو نقلها لو كوما ضربها بالكف نقلها هل لازم يغطيها عن الأشعة برضو وهي تنتجل لأنه في يوم ينتقل كان يسولف ويتكلم مع نفسه لا بس كان داخل فقاعة هل الفقاعة تحميك ولا شاعد الشمس تدخل في الفقاعة وتأثر عليك وتسوي لك كذا اللي فهمته يعني في الكنيسة كانوا مقفلين كل فتحة يعني حتى لأنه ما ينقلها في الكنيسة يعني عساسي يعالجها يضطر ينقلها يعني الموضوع في المهم بس كان نكسر الجبال ترى من كثرة ما هي تحمي أول بس ما أظن شعع وتحمي تذكر يوم كان ينقل لوفي مر على جب يختر أي شيء يختر أي شيء يختر الجبل بس لا بس الريدلاين ما قدر يختر هو طاير ظرف الريدلاين ووقف مكانه ضح في أشياء ما يقدر يختر المهم الزبدة حاليا بانك عن طريقة حكومة العالم الأغلب حكومة العالم أو الفاكهة والفاكهة هذه اللي عندهم يعني مثلا دكتور فاكهة بيقول علاج الفاكهة بس الفاكهة عند حكومة العالم فبيضطر يطلب منهم بيقولوا سلم نفسي كيف بعد بيكون طاغية هذه أنا ما أتوقع أنها إشاعة مورغن يا مورغن ما تنشر لنا خبر عن الديبان أن نحن أسقطنا وإننا كان طاقية طاقية أسقطنا لا بس كلمة كما جدا في البداية أنت أصلي وتوقف على سالفة أنها لازم يقتل الملك على الأقل يمكن الخبر طلع علينا طاقية في ذلك الوقت يا سلام عليكم بس الخبر اللي نشر عنه وقالها جيمبي على فكرة وواحد قراها لي فاصل صدام لي يقول جيمبي كذا بالحرف يقول كان طاغية إلى درجة أن شعب يعني وقال كان في الجيش توري وبعدين صار طاغية لأن نحن طلع من الجيش توري كل اللي قال جيمبي يقعد يمشي بحرف الواحد وبعدها أصبح ملك وكان طاغية وشعب عزلوه يعني شعب كما هم اللي طردوه عزلوه وتحول قرصان وبعدها من قرصان صار شي شبك هذا مسير يعني اللي باقي لنا حاليا يصير ملك يطلع من مملكتك قرصان يصير وبعدين يتحول شي شبك كلب للحكوم وكذا تنتي ذكريات يعني بنعرف ذا الشي في الفصل المفروض يعني مفروض ما أدري أحس في معلومات كثيرة جدا صعب أنه يغطيها فصل واحد بيجيبه كذا يعني مو بالتفصيل الممل يعني فهم كذا قد ما يعطيك لمحات يعني وتصور كذا خلاص قتل ذو صار مالك بعدها بيوم يعني الصفحة اللي بعدها مرت خلال سنوات وصار كذا وطلع صار قرصان بعدها بصفحة مرت ثلاث سنوات وصار شي فهمت كذا عادي يعني يقدر يسوي والفمية وش تشوف رجع الوقت الحاضر أي ويستيقاظ لوفي بالغير الخامس من جد وسهلا لوفي أصلا وإنقاذ بوني نعم وصلكم بعد يعني بسرهي بسرح واستيقاظ واستيقاظ الروبوت على أنغام الجوي بوي والله الأحداث من وين ما رحت الأحداث عظيمة وطاقم تيتش اللي عنده لقهده جد ما أنا مستمتع بالذكريات لأني عارف أنه لو انتهت ما نبز علان أنه اللي جاي بعد الذكريات أقوى يعني ما نبز علان أنه وقف الأحداث الأسطورية دي ودخل الذكريات أنه الذكريات مهمة وقوية جدا ورانا ورانا دراجون وجشتها وريكوما وماضي كما كله وجول ريبوني وأمها وكذا كذا كله وأنت أكاد أنه طفلة يعني الذكريات وحد ذاتها قد ما هي درامية وممتعة وقوية بس ما تحسون ما تحسون بعد البناء هذا اللي قاعد يسوي أودا ما تحسون أنه الآن موت ساترن منطقي قد يكون هو هو اللي راح يهز العالم وهذا اللي أنا قلته من البداية ويدخل مكانه الكلب أبو شاكس غارلينغ في قرلاند غارلينغ بشوف أنه بتحرك مبكر لا إذا ما تحرك على شان الجيروسي متى بتحرك لا هو بيبقى هو هامي هو هامي بيرسل فرسال مقدسين ما عندك مشكلة إيو إيوة مشكلة ضرورة يتحرك شخصيا أنا مو قصدي أنه يتحرك أنا قصدي أنه يترقى يصير واحد القيروسي مكان ساتر ساتر موت رقي ولكن تتخيل قديش هذا بيكون قوي ليش أقول كذا لسببين الأول أن أغلب القيروسي عليهم لدبات تروح كله كانوا في الفرصال المقدسين من قبل الترتيب اللي أنا شوفها أنك تكون فرس مقدس قائد الفرسال المقدسين لما تواحد من القروس يتترقى تصير مقارن القروس يعيني حتى أن معرفتهم تشوفهم متفاوت في ناس قديمين وفي ناس شوف معرفتهم متفاوت وكأن الكاتب أعد لك منه الفرسال المقدس عفا منه القروس الجديد بعد ما يموت باستعراض يعني من بين الفرسال المقدسين تسعة وثلات عشر مدري كم قال عددهم 12 من بينهم كلهم مركز إلى على قارلي لأنه هو اللي بيترقى لأنه خلص شايب ما في الكفاية وعلينا أدبات وكل شيء قاتل وبيظهر مربو أننا قاتل مشروع قروسي جاهز هل تتفقون مع أنه اللي جرح اللحي البيضاء ايوة أتوقع المعظم أنا أول واحد التفقى لأنه حوار اللحية البيضاء وشانكس لما قال له شوف أنا لا زال عندي بصيص أمل ودينا روجر إلى الآن يعني لا لا انتهى روجر انتهى بعد مررنا الكاتب الذكريات انتهى روجر مستهلنا روجر هو شوف مقابلة روجر مع اللحي البيضاء الأخيرة هذيك تثبت ممكن قبلها لا ممكن قبلها بس ما يصير لأنه فك الطاقة من القراصنة هذا هو وحي يوم ينتقي معه مستهلنا قاني تقاتل معه لأن الجرح أثره طاب وشوفه خلاص يعني اي انا فاهم بس قصدي قبلها عشان كذا قلت قبلها مو بوقتها يعني شنو بيقاتل وبيتمش هرين بعده بيرجع قابلة مو منطق بعده ليش قاتل خاص وقال ألغى الطاقم القراصنة حقيت يعني وكان يتقتلون كقراصنة حل حل الطاقم فقال عشان كذا قتاله مع الطاقم ما كان قتال ند بعدين نرجع مرة ثانية هو كلمة الشانكس وهذا النقط الأساسية رؤية واجهك رؤية واجهك تذكرني بالشخص هو بعد ظهور قارلينك وبعد ما شفناه في القودفالي أظنها خلاص يعني متحقق بنسبة كبيرة مرة بس الجرح ما كان ملقى باقي الجرح جابه ايه بعدين اصلا فلاش باقي أودن ما ظهر في فترة ما قبل مقابلتها مع روجر هو الجرح بعد ما طلع من عنده أودن وبعد مقابلتها مع روجر جل جرحين الباقي اليمين ويسر الجرحين دي ترى ممكن حتى أثر عملية جرحية ممكن يعني جروح من أشخاص كذا يعني حرب قتال بس إنه يقول هذه الندبة تحكني يعني إنه غبلتني ايه كل ما شوف لها قصة أفتكر الألم الألم اللي هنا ينبض فيني مو لأن الشخص اللي جرحني قوي لا بس افتكرته مجرد أنا عشت ذكرياتك وأنا فاهم كما أجد أنت قصدك الجرح مو بهول يؤلم القصة اللي خلفت نفس ما صار مع كايدو وودن ونفس شانكس وشانكس كان الجرح اللي فعلنا كايدو وودن تم يسكر كثير ويتذكر الألم كل مرة الجرح يعني مغبول إنه ما أكمل القتال إنه العجوز خربت قتل العجوز لأنه خربت القتال فمغبول إنه أنا جرحت وإني ما انتقامت الجرح يعني بالنهاية العجوز غدرت فيه يعني ما خلتني أكمل القتال زي ما هو مغبول يعني من اللي كان من CB0 يعني يتدخل ويخرب القتال اللي بينه من لوفي يعني نفس الشيء إبرة عندك تعقيب على الجزئ الأخيرة حقه آه خلاص أنا شاركت ماجد معنا من التفقيل ما في أخلاف جميل الله يعطيكم العافية والله يا أخوان ما قصرت وفعليا يعني الحوار مثري دائما معاكم وقبل ما نختم يا أخوان آه ماجد العامل راح يعلن إعلان إن شاء الله يعني إنه راح يخليكم تنبسطون تفضل يا ماجد إن شاء الله بإذن الله يوم السبت القادم في الليل يعني نحاول خليها ثمانية تسعة ما ندري بنأكد الخبر وقتها الوقت وقتها آه بث اليومكو عندنا في التويتش نشرف فيكم جميعا يا إبرا ويا الوجيه وإن شاء الله بقيت القنوات يجون ونتكلم ونتناقش وانبيس وفصول هذه طب ما راح يكون النقاش على بسد الفصل يكون على على وانبيس 15 فصل اللي طافت نعم صديقني إحنا لما نتكلم عن فصل واحد يا ماجد نرجع للحلقة صفر نعم هذا الحقيقة طبيعي وانبيس طبيعي وانبيس وكذا كنا نصل لنهاية هذه الحلقة الجميلة والرائعة في قناة حبيب قلبي الوجيه ونقول لكم لبي 20 ألف لايك على هذا الحلق أنا طماعة كذا على داخل ب20 ألف آل وانبيس يستطيعون علشان ماجد يا إخوان والله نعيد الحلقات هذه أكثر يا سلام الله أعطيكم العافي جميعا يا إخوان كان معاكم إبرا وماجد العامر من قناة الوجيه السلام وليكم سلام الله